شعبي وقتع الحجد الشعبي وقتع الحجد الشعبي وقتع وعلى رأس سيد سستان وفتوتان خذوا أروح لك مو بس على الرأس لا تلبية ولا شهود منافع إنما نقل للهتاف الطائفي إلى الديار المقدسة حيث ضيوف الرحمن يستعدون لأداء شعائر الحج بينما الذين غصت الساحة العراقية بهتافاتهم الطائفية جاءوا بها إلى هذا المكان دون اعتبار لقدسيته السلطات السعودية تعتقل عددا من عناصر ميليشيات الحجد بعد ترديدهم هتافات طائفية مخالفين بذلك التعليمات العامة بمنع تحويل الحج إلى ساحة لصراعات سياسية أو طائفية ما فعله عناصر الميليشيات يخالف أساسا تعليمات رئيس الهيئة العليا للحج والعمر في العراق سام المسعود نفسه يا أخواني ابتعدوا عن الهتافات ابتعدوا عن الشعارات السياسية حجوا لله سبحانه وتعالى هذا دعاء طوف اطلب المخفرة عدم رفع الصور الموقف السعودي من الذين تعمدوا الشغب الطائفي في موسم الحج كان واضحا وصارما على لسان مدير الأمن العام محمد البسامي الذي أكد منع المساس بأمن الحجاج وتعكير صفوهم بأي وسيلة كانت واجبنا أن نمكن الحجاج في نفس اللحظة واجبنا الآخر أن نمنع من تسول نفسه أيضا على المساس بأمن الحج أو أمن المشاعر أو أمن الوطن محاولة إثارة الفوضى التي قام بها عناصر ميليشيا الحجد في الديار المقدسة يبدو أنها لم تأتي بشكل عفوي وإنما هي امتداد لسلسلة شحن طائفي بلغ أعلى مستوياته في الفترة الماضية اختيار موسم الحج لتمجيد ميليشيات ارتكبت جرائم حرب في العراق ويطلق قادتها تصريحات عدائية للسعودية يتوافق مع دعوات المرشد خامنائي لما سماه حج البراءة باعثا رسالة قراءها مراقبون بالتحريضية لإثارة الفوضى بين صفوف الحجاج امثال حج ما حج براعته بنابر تعاليمه جناب إبراهيم بمداده براعته البته از أبائل انقلاب براعت وجود دارت ويرى مراقبون أن المشروع الإيراني يستغل أي حدث آلمي ليمرر عبره مخططاته المعلنة وغير المعلنة لا سيما استهداف العماكن المقدسة للمسلمين